موسم جني الزيتون في لبنان ينطلق مثقلاً بالهموم والأزمات عائلة مفيد نهر واحدة من العائلات اللبنانية التي واجهت صعوبات في جني محصول الزيتون هذه السنة بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع أجرة العمالة اليومية مش حاملة كتير عندنا الزيتون السنة إذا برغي تجيب له مفاعل بباب الميتة بباب الميتة رح يطلع له بالمليونين ليرة وإذا بيعملوا ثلاث تنكات زيت يعني يكون قلت ثلاثين وقلت ثلث كتير هالأد ما عم فينا ما عم فينا عم نجبر نحن وأيالنا ولادنا ولاد ولادنا كلنا عم يساعدون المزارة عم يعاني أنه الأطاف صار مضطر أنه هو وجامعة بيته لحتى لي يوموا به الأطاف لأنه أجرة العملة كتير عالية عائلات لبنانية كثيرة تعتمد على هذه الصناعة في كسبقوتها متحملين ما في ذلك من جهد وعناء لكن مع تضاؤل قيمة الليرة أمام الدولار أفقلت نفقات الإنتاج كاهلة هؤلاء كل الأغراض اللي بيستعملها حاجياته من الشقف البمدة من العصي كل أسعاره صارت درب عشرة أو خمسة عش في منها ويكس لبنان المنتج الهام لزيت الزيتون أربعة عشر مليون شجرة زيتون موزعة على مساحة سبعة وخمسين ألف هكتار من الأراضي اللبنانية ويرتبط جني محصول الزيتون في جنوب لبنان بموسم الخريف حتى أصبح علامة عليه في هذا الجزء من العالم ترجمة نانسي قنقر